وهكذا أحبائي مثل المسبحة لما بتشيل حبة كل المسبحة رح تفرض وهكذا أحبائي القدوم إلى الله والاقتراب إلى الله والقبول قال يسوع بدوني لا تقدرون أن تفعلوا شيئا فلما بتيجي ليسوع وعاك تفكر أنك تجاي لأنك سنبدي شخص ما مهم لا لا لما بتيجي حتى لو شو ما كان يكون مركزك أنا خاطئ لكن إيش مغسل بدم المسيح أو كما قال الأعمى كنت أعمى والآن أبصر أنا جاي على حساب النعمة هاي النعمة اللي لمستني واللي خلصتني واللي حفظتني والنعمة التي أقيم فيها والنعمة اللي بواصل مسيرة هذه الحالة كله بالنعمة وعاك تفكر أنه في عندك شيء أي من نعمة الرب أعطاك اليوم فرصة إنك تسمع هاي الرسالة من نعمة الرب أنه أعطاك نفس اليوم إنك تسمع هالرسالة اليوم إن سمعتم صوته فلا تقسوا قلوبكم نعارف عم بتروع الكنيسة عم بتروع الحاج عم بتصلي عم بتصوم بتعمل صدقات حسنات كله هذا كويس وعاك تفكر الله من الشايف لا شايف بيعرف قلبك وبيعرف النية لكن تعال على الطريقة الإلهية تعال على حساب دم المسيح على أساس كفارة المسيح اللي أخذ مكانك ومكاني لأنه مش ممكن أي إنسان يرضي الله إلا من خلال يسوع المسيح فالله لما ينظر إليك من خلال ذبيحة المسيح وموت المسيح عندها أنت تتبرر وتكون كاملا أمام الله بصير عندك حب إنك تعمل الأعمال الصالحة عندك حب إنك تشهد عن المسيح عندك حب إنك تساعد الناس عندك حب إنك تعمل أعمال الله أعمال الإيمان وأعمال الصالحة عندك حب انك ترضي الله في حياتك عندك حب تعيش باستقامة عندك حب لانك بتحب رح تخدم الله حياتك بتكون تضحية بتكون مثالة للاخرين